أزول في الله و انا مرحبا بكم في قناتي ببفلوغ كما رأيكم تشوفو هنا اليوم بإذن الله راح نديرو خير مليار مرة والله العظيم من طاعة برة صدقوني أسبق ودرتها معكم في القناة وراني جبت لكم طريقة وحد وخرى خلاف كاين بزاف طرق لكن ناجحين ما شاء الله مليار مرة خير من برة غير تجربوها ولا اعتمدوها أنا دحت تعملت هنا يا درت العجينة دوبل باش ندير كما اليوم مثلا درت طاقة وصيدخون غدوة من ذاك درت طاقة وشوكولة بنفس العجينة هكذا تربحوا الوقت ممكن تحضروا العجينة هاري تحضروا بيها بزاف سوالح تتبعوا برك معايا في الفيديو الاخير طبعا إلى راك التبعي في الفيديو ما تنسيش أول حاجة تدعميني وتشجعيني وتفرحيني بجام إذا مشي مشتركة في القناة تشتركي باش تتعلمي بزاف سوالح ولا تفيدين انت في التعليق برأيك الجميل واللي مشي نفعل الجرس طبعا تفعل زر الجرس ليصي لها كل جديد طبعا هنا في الاخير راح نقسم معكم القطعة تشوفوها تذوب ذوابا تشد روحا هذا لحاجينة ثانيك تشد روحا لكن تذوب ذوابا غير تحطيها في فمك تذوب مباشرة اللي جمي جربتها ونجحت لها راني انت اكدا مليار بالمية راح تنجح لك وانا نحب الكريمة الليمون تكون عريضة عريضة خشينا يعني عريضة هكذا طالعة تكون بزاف تكون طاغية فلا طاقتو سيتخو كامل تكون الكريمة هي الطاغية هي نسبة الكريمة اللي هي كبيرة اكثر من كلش نبدو على بركتي اللي عندي كاستة عمتين وعشين ميلي لتر معمر عصير ليمون بالقشور طبعا القشور رابيتهم كامل وحطيتهم داخل طبعا لي ما يحبش نقص شوية من الليمون يضيفلوا الملها ذاك الكاستع ليمون بالضبط وكاستعمة ثانيك كأس عصير ليمون كاستعمة وكأس نقص اسبع سكر نخلط هكذا حتيه بالسكر ونخليه على النار يرفض الغليا كامل خالط طبعا هنا ثانيك عندي اربع صفار بيض وعندي زوج ملاعق بومبي بتاع الاكل مايزينة ولا نشاء نخلط هكذا شوية طبعا يجي ثقيل شوية انضيف له تقريبا هكذا كأس الا روبع قريب نص ما تقدري تضيفي حتى نص كسمة تحلح لي فيه جيدا النيشاء هنا بعد ما ارفض الغليا هذك الخاليط باش الزيست هذك تاع السيترون يجانس مع الليمون مع الماء ويضوب السكر بياه نصفي كلش طبعا نصفي ونخلطه غاب يضمو باش ما ما تطيبش هذك البيض ما يطيبش ووضفت ملاعقة اكل مع مرة لا فعني ونخلط هكذا على النار متوسطة حتى يثقل الخاليط ذوك يثقل نوريه لكم عندي هنا نورما موم انتو ما تحطوا لهذا الكريمة تحطوا غير ميتين وخمسين قران فارينا انا حطيت خمسمائة قران فارينا وحطيت ثلاث ملاعق معمرين بومبي سكر غلاس وحطيت ملعقة ونصف سكر كريستاليزي هنا فوق هذك الفارينا طبعا هنا بعد الكريمة بعد ما ثقالت درت لها نورما موز وج ملاعق اكل مع مرة مليح لمارغارين انا من احبها شاكذاك درت لها ملعقة ماشي مع مرة مليح مارغارين فقط نضعها في الثلاجة برد نخطيها نوريه لكم كيفاش غطيتها هنا خلط شكر غلاس مع شكر كريستاليزي مع الفارينا وضفت ميتين وخمسين قران مارغارين دبتها شوية في ميكورون بس كل كانت باردة انتو ما اخلوها بدرجة حرارة الكوزينة وضفت ميمبا ربع كأس تعميتين وعشرين مليليتر زيت ميو عالدي ثلاث ملاعق اكل راح نبسس كلش مع رشة ملح طبعا بعد ما بسست حطيت حطيت الزيت الليمون وحطيت ملعقة لفاني ونصف ملعقة خميرة الحلويات نصف ملعقة قهوة خميرة الحلويات هنا كما راكم تشوفوا راح نجمع بصفار البيضة كلش لعاجينة خرجت شوية طريقة نخليها تريح في الثلاجة على الاقل او لا في الكونجيلاتور نصف ساعة هنا بعد مرور نصف ساعة راح نحلها طبعا ما تخافوهاش كي نحلها نحلها عادي كي تروحوا تحطوها تتفدد شوية بصح ما تخافوش شفتوا القاوة متاعها شفتوا كيفاش خرجت كي وريتها لكم في بداية الفيديو ما شاء الله هنا نقلب مباشرة في المول اللي راح نخدم بيه طبعا يديمو العفاسي المون نقدر نديمو ليوها هذا المول يتحلم الأطراف نطلع هكذا نبازع للقاعدة وبعد نسجمها بملاقة أكل ونثق بها طبعا نحطها في الثلاجة في الكونجيلاتور واحد الساعة هنا عندي زوج بيض البيض درجة حرارة الغرفة ثانيك درت له مرشة ملح نخلط هكذا حتى نتحصل على رغوة ونبعد نضيف أربع ملاعق معمرين سكر تدريجيا لكن هنا حطيت الماء حتى يغلي وهزت هذك هنا درت نسمي العقة أكل ثاني كلافاني ونهز كل شي هكذا ونخلط فوق هذا الكاسرونة اللي تحت هالما يغلي ونضيف السكر هذو كلافة ملاعق تدريجيا ونخلط هكذا حتى نتحصل على الأميران كشدة روحها ونضيفها لكم كما راكم تشوفوا درت منقار الطائر هكذا ماشيها بط ما يهودش وكي تقلبوها كما راكم تشوفوا كريمة الليمون هذي هي غطيتها بيان حطيتها في الثلاجة بعد ما طابت طبعا الفوندو تاقت الطاب بعد ساعة حطيت في الفون طاب بيان خلطت بالباطورة هذي الكريمة باش تولي ليس عمرت بيان الفوندو تاقت انا نحبها معمرة مليح كريمة الليمون وهذك بياد البيض حطيته في شكارة حليه بغسلتها ونشفتها ودرت لها ل لادوي هذيك ها لادوي ولا للمبوت حطيت اللمبوت حطيت اللمبوت من تحت حطيتهم احدى مرخطها اللي عندها شاليمو الدير اللي انا ما عنديش حطيتها في الفرن قعدت ندور فيها حطا حمارت ودرت اللي طاعت هذيه ودرت تغير ثلاثة بسكو نصف العاجينة احتفظت به في الثلاج بسكو غدوة من ذا قدرت به ثانيك لا تاقتوا شوكولة طبعا لا تاقتوا شوكولة ثانيك بعد هذ الفيديو ان شاء الله سننزلها لكم باش تجربوها ما شاء الله خاصة ان تجربو ديرو عاجينة ديرو دوبل باش تحتفظوا بها في الثلاجة للمتبقي من ذاك العاجينة تغدوها من ذاك ولا مغدوة ولا تقدرو تهزو ذاك العاجينة تقدرو تحطوها في الكنجيلاتور وتستعملوها أسبوع هكذا وتحسوها ديارك تموم متعيا وش ما تتتعبوش بزاف هنا بعد ما حدتها في الثلاجة بردت واحد الساعة قطعتها معاكم كي ما شفتو في البداية اراني شرحت مليح بس كل كاينين سامسا كان لغالب فهمهم على قدهم هكذا باش مجيونيش بزاف اسئلة في كومنتي كي ما قطلكم دايما انتو ما تقدرو تديرو ماتين وخمسين قرام فارينة مع مية وخمس وعشرين قرام مارغارين تقسمو كامل الكمية التي تدرتها على زوج إلا الكريمة الكريمة تديرو كما تدرتانية ماتين راكم تشوفو هنا الشادة روحة وما يبطو تتفتت وحدها والله العشاق لا تاختوا سيترون لا طرطة الليمون غير جربوها والله ما راحين تندمون مش بعناش منها احنا بس كل صراحة والله مش بعنا منها تهبل غير جربوها اكتبوا لغرايكم في التعاليق راح نحط لكم هنا تاني كيف في اخر هات الفيديو فيديوهات تعبزوا عليهم تشوفو مين عجبوكم تشوفو لا تاختوا سيترون اللي سبقوا درتها معاكم هذيك مركزة اكثر من هذي مركزة مليح وهذو اللي تاختوا حبيت بورك درتهم بورك اللي تبقى لي شوية من ذيك الكريمة حبيت نديرهم بورك هذو زيادة بورك ركزت على الكبيرة هذيك شاهدتكم في الجنة ان شاء الله طريقتي في الشرح تكون عجبتكم طبعا ما تنسوش تتشجعوني في الجامعة وتفرحوني في التعاليق المشجعة وتفعلوا زر الجرس كما قلت لكم وتبرتجوا في مواقع التواصل الاجتماعي وهذه هي لا تغتو شوكو لا ثانيك اللي درتها غدوة من ذاك بنفس العاجينة ان شاء الله تعجبكم وبعد نحط لكم الفيديو هنا في الاخر باش تشوفو ما بقى لي نقول لكم إلا في أمان الله اشتركوا في القناة